اشتركوا في القناة خلنا نعطيك سبع سباب بدل واحد السوز تحولت العالم مفتوح اللعبة رح تبدأ فيها في كهف صغير يعلمك أساسيات اللعب وبعدها بتركب مصعد ثم تخرج للعالم الرئيسي من النظرة الأولى رح تستوعب حجم ضخامة عالم اللعبة طبعا الفترة التجربية ما تحت لنا الوصول لكل مكان في اللعبة لكن اللي شفناه كان كافي عشان يثير اهتمامنا لأبعد الحدود شفنا تنوع كبير في الأماكن من غابات إلى بحيرات من عواصف إلى مناطق جبلية ومستحيل تتخيل عالم مفتوح بدون خريطة وهنا الخريطة جميلة جدا ومفيدة وتقدر تحدد فيها نقاط اهتمام وتقدر أيضا تعرف وجهتك القادمة وغيرها من الأمور إدمان الاستكشاف إيش فايدة العالم المفتوح إذا كان فقط مساحات كبيرة بمحتوى ضعيف ما حد فينا أي بها الشي ومن اللي شفناه في الفترة التجربية نبشركم اللعبة فيها محتوى حلو أثناء بحثنا عن وجهتنا في بداية اللعبة أثار فضولنا كهف صغير دخلناه قتلنا فيه مجموعة ذئاب ثم شفنا الباب الضبابي الشهير في السلسلة وكيد عرفنا أن وراء قتال زعيم طبعا الزعيم كان متوسط المستوى هزمنا وحصلنا على آيتمز مفيدة ولكم تقيسون على هذا في باقي اللعبة في حج جولاتنا العشوائية قابلنا شخصية قالت لنا لا تقربون على البحيرة إذا تهمكم حياتكم طبعا اللي قافة كانت مليون ورحنا للبحيرة أكيد ونزل لنا تنين ضخم طبعا سوى مشاوي من اللعداء اللي كانوا حول البحيرة طبعا احنا هنا هربنا بأسرع وقت لأنها كانت بداية اللعبة بتغير مفاهيمك فيه أفكار عديدة على السلسلة وهالشي مرحب فيه جدا خصوصا بعد سنوات من أول ظهور لها كثير من مفاهيمنا عن السلسلة بتتغير في الماضي كنا نخاف من مجرد التقدم في اللعبة لن ممكن يجيك فخ أو عدو متخبي ويقتلك وتضطر تعيد مكان طويل عشان بس تقرب من باب الزعيم الآن اللعبة مش بس فيها أماكن راحة وحفظ لكن أيضا تم إضافة نقاط شيكبوينت والهدف منها أنها خيار ترجع لإذا مت ويكون أقرب لأماكن القتال أيضا اللعبة بتخليك تحصل على آيتم العلاج عبر قتال لعداء في الخريطة عشان ما تفكر بنقاط الحفظ طول الوقت بل ينتقل تفكيرة الاستكشاف والتقدم تنوع الأساليب سلسلة سولز كانت معروفة بتنوع الأساليب بحيث تقدر تكون شخصيتك بطريقة معينة سواء كنت تحب القتال وجه الوج أو تحب تكون مقاتل عن بعد بلسهم أو السحر لكن هذه اللعبة تأخذ هذا التنوع لفق جديدة يكفي وجود الحصان الجديد اللي مش بيفيدك بالتنقل لكن أيضا بالقتال لأن الآن تقدر تتنقل بسرعة وتقاتل لعداء سواء صغر أو أكبار باستراتيجيات جديدة ما كانت متاحة لك من قبل وما ننسى القدرة على تخصيص الأسلحة واللي بتعطيك قدرات خاصة مثل الضربة القوية هذه اللي نشوفها أمامنا وفي أكثر من حركة رهيبة يقدر اللاعب أن يطبقها عن طريق السكلز الخاصة فيه متعة التعاون في ألعاب سولز الماضية كان اللعب التعاوني أكيد ممتع لكنه محدود واغلب الناس كانت تستخدم فقط عند لقاء الزعماء بحكم الصعوبة تقتال بعضهم بشكل فرتي لكن هنا في ألدن رينك الوضع مختلف تماما العالم المفتوح بيحفز اللعب التعاوني بشكل أكبر وانت تجول في العالم بتشوف أعداء بمختلف الانواع والأشكال بعضهم ضخم جدا لدرجة بيجيك فضول تقرب منهم وتتفعل معهم لكن الأفضل أكيد جهز فزعتك معك اللعبة أيضا فيها طور تنافسي وفيها نظام الغزو القديم يعني اللعب مع الأصحاب بيكون أروع من أي وقت قبل أجمل سولز على الإطلاق أتمنى تكونوا فعلا جلسين تتفرجوا لها المقطع على شاشة تلفزيون كبيرة ومشغلين بدقة 4K لأن هذه اللعبة تستحق هذا وأكثر بدون أدنى شك أفضل لعبة منظرا من فريق فورم سوفتوير ومتقدمة طبعا اللعبة عطتنا خيارين للرسوم واحد يركز على وجودتها والثاني يركز على سرعة لطارات طبعا أجمل حلة بتكون أكيد على البي سي بدون أي تضحيات جورج R.R مارتن طبعا كلنا نعرف هذا الكاتب اللي قدمنا العمل التلفزيوني الشهير Game of Thrones وكيف بيكون لدور في لعبة لدنينك البعض يعتقد أنه هو كاتب القصة لكن هذا الكلام مش صحيح لكن دوره الفعلي هو بناء عالم اللعبة وتاريخ الشخصيات وخلفياتها وترابط كل شي مع بعضها طبعا يحكب معرفتنا السابقة بالكاتب نقدر نقول أنه أفكار عجيبة وصادمة متحمسين جدا نشوف كيف بيكأثر دوره على اللعبة هذه في أول مساهم له في عالم ألعاب الفيديو كيف الحماس يا شباب معكم الآن؟ أكيد تابعونا في True Gaming اللي تقطي مستمرة عن اللعبة وصونا لمراجعتها النهائية بإذن الله لما تصدر بشكل رسمي في 25 في مراه القادم على الحاسب الشخصي وجهزة بلايستيشن 4 و 5 و إكس بوكس 1 و CDSX و S